منخفضين قادمين إلى المملكة في ظرف ثلاثة أيام والتفاصيل بالمختصر بداية نواب مشيئة الله يوم الجمعة والسبت متوقع تتأثر المملكة بمنخفض جوي تم تصنيفه أنه من الدرجة الثالثة الدرجة الثالثة هي المتوسطة إلى عالي الفعالية وهو أول منخفض في المربعانية بتم تصنيفه بهذا التصنيف متوقع إن شاء الله أن يكون فيه أمطار غزيرة على معظم مناطق المملكة وأيضا متوقع يكون فيه كميات أمطار جيدة سرعة الرياح متوقعة تكون عالية يعني فيه بعض الهبات متوقعة أنها توصل ما بين 70 إلى 100 كم في الساعة وهي رياح شديدة السرعة وأخيرا متوقع أنه يكون فيه تدني واضح لدرجات الحرارة وأجواء باردة بشكل لافت أكتر بكتير من اللي إحنا كنا عم بنعيشها خلال الأيام الماضية المنخفض الثاني رح يكون عم بيأثر على المملكة مع يوم الأحد هو منخفض تم تصنيفه أنه من الدرجة الثانية الدرجة الثانية هي الأقل من المنخفض اللي أثر علينا رح يكون يوم الجمعة ويوم السبت ولكن رح تستمر فرص الأمطار ولكن بغزارة أقل درجات الحرارة رح تظل متدنية والأجواء باردة ولكن حتى سرعة الرياح رح تكون عم تضعف بشكل بسيط وهذا بيكون فيه فرق ما بين يوم الجمعة والسبت ويوم الأحد المنخفض الثاني متوقع أنه يستمر حتى مساء يوم الأثنين إن شاء الله نتمنى أنه ننتبه ونبتعد عن مجال الأودية والشعاب لأن الأمطار ممكن تكون غزيرة ورح تسبب سيول مفاجئة ونتمنى من أخوتنا اللي بيسوقوا على الطرق الصحراوية أنهم ينتبهوا لأنه سرعة الرياح ممكن تأدي لتدني في مدى الرؤية الأفقية نتمنى السلامة للجميع وما تنسوا أخوتنا في قطاع غزة من دعائكم لأنه رح تكون الأجواء جدا باردة وصعبة عليهم وإن شاء الله الجميع تظل بخير اشتركوا في القناة